السئلة المتخصصة عندي سؤال عشان يبقى أنا برنامجي دايما مرتبط بالمواطن المصري البسيط قوي وكلهم شايلين موبايلات مفيش حد النهار ده مش شايل موبايل أكيد طبعا والناس كلها متعاملة مع الموبايل على إنه دولاب بتاعه حطت صوره وحطت فيديوهاته حياته وحطت قصة حياته على الموبايل نصيحة الدكتور محمد الجندي لكل اللي شايفنا دلوقتي تقوله إيه ده صح؟ إنه ماشي شايل دولاب وخزائن أفكار ومعلوماته في إيده؟ لا مش صح طبعا هو يعني حضرتك أنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده أنت بتحط الحاجات دي على التليفون ليه؟ عشان بتساهل على نفسك صح؟ طيب أنت كل ما أنت هتساهل الأمور على نفسك كل ما أنت هتأكثر عرضة للاختراق حياتك الخاصة كلها على الموبايل لو تسرق الموبايل حياتك بقت في الشارع تمام؟ حتى لو أنت عمله باسورد وكل الكلام ده بالذات الموبايلات اللي ممكن تضرب بسهولة فأنت كل ما أنت بتزود حياتك الخاصة على هذه الأجهزة كل ما أنت بتبقى عرضة لاختراق خصيتك وعرضة للاختراقات اللي ممكن تحصل لك من الإنترنت أو من غيره أو حتى التليفون لو ويع منك فأنا نصيحة ما تحطش الحاجات اللي أنت تخاف لو تم اختراقها على التليفون الدكتور محمد الجندي بيقول لك نصيحة ما تحطش أمورك الشخصية في الدولاب الزغير اللي في إيدك ده الاسم موبايل لأنه أنت معرض لاختراق هذا الموبايل في أي وقت كان نحن نتلاقا